ايسا ما هقول انا محظوظة قوي كده شوفك النهاردة مرتين وانت كنت عند وصيب الدلية بتشتعل معي ما قليش يعني ان الدلية هي السكرتيرة الجديدة ايه خايفت شوفني هنا كتير لا طبع عموما ما تخافش انا بحاول اقنع دلية ان هي تشوف ليه شغلينة مناسبة زي ما انت كده هتحاول تقتنع برايي في كل البنود اللي اختلفنا عليها في الميزانية لازم ارجع لمستر ياسر انا واسقة ان هو اللي بياخد رأيك مش العكس على الاقل بنتناقش تمام طب يا ريت بسرعة بقى وما تكونش مكلمة التليفون تجيلي مكتبي زي ما جيتلي النهاردة سورا مساء الخير مساء الخير على اذنكو على اذنكو معاك حق لازم تلحقها طبعا لا تفتكر ان انا جايلك مخصوصا سورا 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 هيا سورا قلت لي عندي كلام كتير عوز اتوليه اه بس بعد ما اعرف الاول ايه اخر كلام عندك اخر كلام في ايه اخر كلام في ايه هو ايه اخر كلام في ايه او احنا مش متجوزين والمفروض ان البيت ده بيت الزوجية ممكن نفهم تردتيني منه وليه امل يا حبيبتي احنا خلاص وبقيناش مع بعض زي الاول انت ما بقيتش زي الاول من بعد ما تعرفت على سارة ومن بعد ما جبتها الشركة قلنا بلاش نجيب السيرة دي بقى ام طبعا لانك مش هتقدر تنكر بس يا امل ورعلي معايا خلاص انا قطعتها وهاديكي مكانة مبلغ كويس واللهي اه يعني انت هتطلقني وتديني مكافئة نهايتها الخدمة لا يا ستي انا مش همشكي بالشركة هخليكي هناك عشان ما تبقىش خسرتي كل حاجة حتى شغلك ام لا انت هتخليني عشان تضمن سكوتي عشان تربوتني بقى كل عيشي وتضمن ان انا بعد كده مطلعش اتكلم وقول ان انا كنا متجاوزين ما حدش اصدق كلامك دي امل عشان انت هتمعكش اي حاجة تثبت كل ده يا راجل بتعيقلك يا حبيبي ده انا مع اي حاجة تثبت اكتر من الورقة بتاعتك دي بكتير يسر يا حبيبي مبروك يا بيبي انا حامل ممكن افهم انت جاي وراي اليد الوقت عشان عارف ان انت مجنونة وهتفهمي غلط ولا انا شفته بعيني داية تفهم صح ازاي على السلم يعني داية عليكو الدنيا ملاتوش حتة تانية تتابلوا فيها طب يا اخي رعي مش عاردة سلم بيتنا برضو شفتها صدفة اختها بتشتغل عند وسيم وكتجاة تزورها اختها بتشتغل عند وسيم يعني كمان زرعت اختها عندنا عشان يبقى لها فرصة تشوفك بيها كل شوية والمفروض ان انا كده بقى صدقك انا شو حتاجة يكتب عليكو انا اللي غيزني ان انت كنت لسه عند الهانم الصبح لكن ازاي ما قدرتش تستحمل لازم تيجي وراك بالليل عشان تشوفك تاني وانت عرفت منين ان انا كنت عندها الصبح كان نفسك معرفش طبعا صح؟ رطلي علي مستر ياسر هو اللادي يعني هو يبعتني ليه هو يجري عليك يقولك انا اللي جرجرته في الكلام لما حسيت ان انت بقبة تتسحب كتير من الشركة من غير ما تقوللي ما انا مجبتكيش تشتغلي معي في الشركة عشان استأذنك في كل المشاويين انت غير استئذان يا عيسى اعمل اللي انت عايزه بس يا ريت تسيبني انا كمان عم اللي انا عايزاه يعني ايه؟ يعني انا تعبت بقى بجد تعبت انا مش هفضل عاملة فيها كولومبو دايرا ليه في وراك اشوفك بتعمل مين من وراك ده ايش نفسك سامة اي خلتي بتقول لي حقك علي انا هخليها تيجي لحد عندك وتعتصف لك انت كبدابة مش مصدقني ايدي يا سيدي تحليل اللي انا عملته شوفك نفسك احنا من ساعة ما تنهلنا تجوزنا اتفقنا انا مفيش خلفة صح؟ اه بس ده كان في الاول لكن بعد ما حسيت ان انت هتخضر بيا انا بطلت اخد الحبوب يعني انت اصدت ورطين اصدت حمي نفسي بعد ما انت قررت تقطع الحاجة الوحيدة اللي بتثبت حقي عندي انت ملكش اي حق عندي ما تستعجلش يا بابي خلينا نشوف المحكمة هتقول ايه محكمة؟ هوادي بتخيلها تعرف تسبيتي ان البطنك ده مني؟ هخليهم يعملولو ديقان ايه؟ ويقارنو بتحديدك امل يا حبيبتي مفيش دين ايه بتتعامل لجانين يا سيدي بقى لما يتولد يبقوا يحلولو برحتهم انتي مجنونة اعاوز افضحي نفسك وتفضحيني معاك افضحك؟ اه لكن افضح نفسي لي ان شاء الله هو احنا مشكورنا متجوزين وانت اللي عطعت الورقة؟ اللي ببطنك ده لازم ينزل انت فاهمة؟ وانا ايه بقى ياسر اللي يخليني اضحي بابني عشانك بعد ما انت اصلا ضحيت بي اه انت ناوية تلعبيني بقى انا ناوية اخد حقني ومش هسيبه حلوة كوي أنت مسلية اللي كانت بره دي مسلية ايه؟ ما صدقتي لقتي وقف معها على السلم قلتي فرصة؟ تقلي بيها اخناها؟ هو أنت صدقتي ان الحرباية دي جاي الاختها فعلاً هو أنت صدقتي ان انت غيران عليه بجد وانت لو غيران عليه بجد ما كنتش تستاني لغاية لما تشفي صدفة بالليل وقف معها على السلم كنت عملتي زي زمان وجريتي بسرعة ورحت طبق على زمارة رعبته أول ما عرفت انه راح لها الشركة الصبح ماما، ماما، لو سمحت ان فضلك سبيني الواحد شواء طبعاً، عايزة تخلاصي مني عشان أنا الوحيدة اللي في أماك في أما ايه؟ تتلك كيكل هيسر والدواري على أي سبب يخليكي تضعفي قدام ياسر عشان خفت اخساري زي ما خسرت المليون جنيه بتعو معنا صح؟ بس المليون جنيه بتعو معنا يجوا ايه في بحر ملايين ياسر وفلوسه واللي جابهولك واللي لسه حيجبهولك ايه ام غيرك كانت هتنصح نبعد عنايس عشان مفقروش معايا ولا متتفقريش معايا مش ده بردو اللي انتي خايفة منه؟ على ماما انا مش هنصحك بأي حاجة بس لو ياسر ده عاوزك بجد يجي بيطلبك مني انا مش هرفضه ده لو انتي موافقة شوفتي بقى؟ شوفتي ان المشكلة مش فيها مشكلة عندك حابة عايزة ياسر وفلوسه وفي نفس الوقت عارفة كويس قوي انتي ما تقدريش تعيش من غير عايزة ايه بس اللي لازم تعرفي حاجة مهمة قوي مفيش حد في الدنيا دي بياخد كل حاجة بتزم تختاري لو عايزة ياسر روحي لعيزة وقولي له بسرعة انا مش عايزك ولو اخترت يا عيزة بقى من بكرة الصبح مفيش مروح لشركة ياسر تفهمها؟ 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 موسيقى أفضحك؟ آه لكن أفضح نفسي لي إن شاء الله أوه إحنا مش كنا متجوزين وإنت اللي عطاعت الورقة؟ موسيقى تمزع الأمل في حاجة؟ في إيه؟ قال بقى أجازة مفتوحة بتقول إنها تعبانة خلاص تبقى تعبانة وعايزة أجازة مش عايزة ما بقى أنا اللي مزعالها يعني؟ ماشي هي عاوزة أجازة مفتوط تطلبها منك مش مني خلاص هي عشان بس بقى لها من تلاتك إذا بتغلط في الشغل وكمان مش بستحملة أي ملحوظات مني أي بس ده ما يخلاش متعصابة قوي كتب هو أنت بتقولي لها لي ما تروح تقول لها هي ما أنا قلت لها قالت لي نفس الكلام بس حاسة إن في حاجة مخبئة علي؟ بس بيك منها شوقتها خلاص ولوقتي أنا كده كده ممكن أن أجيب مكانة أي حد تاني بسرعة كده؟ يعني نوقف الشغل عشان خطرة ولا إيه؟ ياسر رانيا أنا عندي ميتنج مهم جدا بعد ما شاية أتأخر علي أكتر من كده موسيقى 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 نمت وأنا بنايم يارا سالمة أنا لا آسف عشان تعبك معنا ممكن ما تقولش كده؟ أنا كنت فاكرك هجيبي يارا من مدرسة وخلاصة مش هتقضي معها لحد دلتي على ما تغدينا وعملنا الهومورج مش ابتط فيها ومعرفتش يسبها الوحدة كان لازم تقوليدي إنك هنا كنت ناوية أمشي قبل ما توصل أنا أسف مش هتلاقيني هنا تاني سلمة أنا آسف ممكنش أرزي إذا إيك أنا عرفت عنوانك من الشركة بس مرضتش أكلمك قبل ما يجي لتولي لي ما يجيش حد يعرف أنت هنا دلوقتي لا طبعا هو إذن حصل أنا بفكر أسيب الشركة عشان مستر ياسر أصلا أنا شفتك بعيني وانتي نازلة من شأيته تخيلت أن أنا مش هفكر فيكي تاني بس ما عرفش إلي خلاني فضلت مستنيكي لحد ما تسبيه أنا سبته فعلا وأنا كنت مستني اليوم ده من بدل كنا متجاوزين قطع النسخة الوحيدة من عقد الجاوز اللي معي آه ده كده بقى يبقى ما كانش بيحبك مهم إن أنا مش عايز أي حد يعرف حاجة عن الموضوع ده دلوقتي حد ما شوف أنا هعمل إيه لأ هنعمل إيه نوعنا من النهاردة مش هسيبك والعلمك بقى أنا مش هقعد يوم واحد في الشغل لو أنت سبتيه لا خالص بالعكس أنا عايزة كينيك ماشي ماشي ممناش كلامنا من آخر مرة المشكلة يا سالمة إن سيمكن الطلبة مني طلب أنا وفقته وعدتها إن أنا ننفذ الطلب ده من غير ما عرف هي كان الطلبة إيه بالظبط هي بقى تسرعت ومحدش يقدر يكبرك على حاجة أنت مش مقتنع بيها أيوة بس يا سلام وليد أخوك إيالي قبل ما سيامت اتوفى الله أرحمها كان حاسس وشكك إن في حاجة بيننا قال لي إنه بيبلك عليه الصحب طريباً طبعاً كان بيتكلم بأسلوب التهديد زي عدته ومقلت ليش ليه ساعدها أيوة لو كان عارف إن أنا اشتكتلك منه كان هيتأكد إن في حاجة بيننا فعلا كنتش عارف إنك بتخاف منه قوي كده سالمة أنا خايف عليكي أنا غلطة لما قلت لك وصيد ساهم بس كأنك مسمعتش حاجة وأنا اللي هشيل زنبها مش أنت على فكرة ساهمة كانتش محتاجة توصيني وصيد زي دي أنا لو فكرت تتجوز تاني بعدها مش ممكن أفكر في حد غيرك مش بس عشان يارى بتحبك يا سلمة عشان أنا كمان بحبك ومن زمان بس هل ما أنتي الكلمة الحيل ولا أنا ملحقتش أقولها لسحمة المشاكل اللي قابلتني بتخايف أقولك بحبك أخونت سهام صارع المرض عشان متسدينش أنا وياره سهام كانت عارفة إن إحنا بنحب بعض هيا قلتلي كده وهيا بتوصيني إنك جوازك على فكرة جوازي منك في مصلحتي أنا وياره لكن مش في مصلحتك أنت موسيقى 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 مرحباً. 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 صباحاً. كنت أريد أن أعطيك تقرير عن عدتي مع مال غزالي مبرح. ممكن تبالغ الأساسي ياسر. ماذا موجود؟ استنعني أن يرجع. نعم، لدينا شيء مستعجلة. مرحباً. لا أريد أن تتعامل مع الشركات. سيكلفنا ربع الميزانية تقريباً في ثلاث بنود في المشروع. حسناً، لم تفهمتها؟ فهمتها؟ ولكن تقريباً هي لها مصلحة مع الشركات. يعني هي أريد أن تأخذهم بالسعر. تنفذهم بالسعر تاني؟ غالباً. حسناً، والحال؟ والله العقد اللي بنا يمنعها طمدي مع أي شركة بدون موافقتنا. وياسر هيخافي عمي معها مشكلة. هيخافي يخسرها. لكننا سنخسر كثيراً. حسناً، أنا أبقى أبن الله. حسناً، بالنسبة لأن هناك بند في العقد بيقول... لا أريد شيء يا عيسان، لدي تليفنات مهمة جداً، أريد أن أعمرها. على الأسم. حسناً، هل تحب أن أعدي عليك إمتها؟ عندما يكون هناك شيء مهم ممكن ترجعها فيها لأستاذ ياسر. ليس كل شيء ترجع لي فيها. لا أعرف. حسناً، أعني أذلك. فد. السبعة الخير. أهلاً. ما هي يا رانيا؟ سألك كلامة كثيرة وللا تردش. لا يوجد شيء أقول لك. بس أنا بقى عندي كلام كتير عايز أقوله خلص نتقابل النهاردة بالليل موسيقى انت جاي لحد هنا بنفسك؟ من أكيد بقى حلم بقى ليه بس؟ قلتلك في الترفوني انت جاي لك؟ ملا أخوف تترجع في كلامك تفضل موسيقى أمل هتنزلي ببطنك عشان نكمل مع بعض نكمل مع بعض؟ وانت فش قلتلي ان انت قطعت الورقة؟ هقطعها موسيقى خلاص نعمل ورقة جديدة بمهروم مؤخر واثنين شهود عشان تبقى رسمي ويبقى معايا نسخة مننا نسخة واحدة وتبقى معايا أنا نبقى عملنا ايه؟ أضمن منين بعد ما نزل البيبي انك ما تقطعهاش هتديه مبلغ كويس جدا نص دولاتي ونص بعد الإجهود يا راجل ما تقول كده من الأول لازمتها ايه بقى دخلة ورقة جديدة ونبقى مع بعض؟ انت جاي تعرض عليها فلوس عشان نزل البيبي عايزة كام يا عمل عشرة مليون جنيه يا ياسر انت كده تجننتي ايه طبعا اتجننت ولكن انا لو سبت البابي هايبقى لي الله وهو بعض زمتك الله بكتر من كده بكتير عمل انا ما بتهددش وانا ما بهدددش القابي دع ايه هايحظ به يا ياسر هو دها اللي هيجيبلي حقي منك تمام بس ساعات هتبقى انت اللي جبتين نفسك ترجمة نانسي قنقر عيسى تزعلش مني عارفة ان انا كلمتك بطريقة وعشاوي مبارح لانك فترة مطويرة معاي انا بس حاسة ان الشغلان اكبر مني وخايفة ما سدش فيها يبقى تسيبية انت اللي بتقولي كده ومش انت اللي جبتني هنا عشان ابقى جنبك ومشتغلش بعيد عنك ما هو انت ما باعدتيش غير لما باعدتي هنا وانا مش عارف ده حصل امت وازاي يعني انت عدستح من التفضل طول النهار ما تشوفنيش لا ما هو نحتمل كمان انا مش من هنا ليه ياسر ما بقىش مركز في الشغل خلص حتى رانيا رانيا بقى لها فترة مش طيقانة انا مش عارف ليه عباس انا عارفة عشان ما عرفتش تاخدك مني تغيرونا منها في الاول وش ديوقتي فرحات عشان اكدتلي قد انت ويحبني ممكن ما نجيبش سيرتها تاني تعالى ما نجيبش سيرت اي حاجة بتزعلنا من بعض حيث انا مستعدة ندور على اي شغل تاني بعيد عن هنا بس احنا الاتنين نمشي سوا مستعدة يا سير رانيا قالت ان عندك مشاكل كتير مع مه خير تمام تحيي طيب هات لفايل بتاعها وتعاليه على المكتب بسرع حاضر يا فايل انت مش متخيل انا فرحان النهارده قد ايه يعني بصراحة كده ان ما كنتش متخيل ان احنا نتقابل بسرع كده ولا انا إن conseguir سطح إمارك و soientت فايف Strateg لا أنا overarching حتى أ男ộtك أ أن أسمح تلك الهgesetzt وغير ما تقول لـي دائما تب تصيبها عليّ يعم أuchالك أنتُ إذا لم نكنتك هل زوج مرة الجديد فأنت سأتى أعلم أصل 에رانيا كيك إن استفيداً منك شيء هأهل كانت جbieعلك أداة، عدر فاتنا هذه embarقات توفي أن هناك أجبي ها 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 تصدقني طيب وحشيتني طول الوقت بتحبيني بطريقتك وذلك كان بيخلينا نسيب بعمل اسيبه استكل سيبب من طريتي خالص وخلينا بطريقة بتاعتك عوزك تاثق فيه بطلت طريقتني يعني ما تحسسني شأنك بترقبني طول الوقت وافق وتنس انك كين نيابه وانت معي يا ريت والله إدي علي كتب هو أنا يعني هبقى حبة بأن في حاجة الصغير طول اليوم وتديني فرصة انك توحشني زي ما انا بوحشك اللي هي ازاي يعني يعني مثلا ما تكلميش باليوبين ما تشوفنيش لمدة اسبوع اكلمك في التليفون ما تردش كده يعني يا سلام هو ده بقى الحب عندك وانت كان لازم تفهم كده من الاول لا بسيطة اذا كان كده بقى انا هاخلع وصيبك على لوحدك مش قبل ما تحسب يا سكر ماشي ايه ايه سجابتم تاني ولا ايه لا يا باشا ايه بس ممكن يكون بيقابل نعيم برا الشرك كنت هاعرف ايه يعني معقول الفترة دي كلها ما اكلمش نعيم خالص ممكن يا باشا هيكون بيقيتعل علي عشان يزود عمولته او اه ليسا ما عندوش اللي يقوله لو طير ماشي هبقى اكلمك تاني سلام برجت ماهر قال Lan حضرتك عيسن هالسهار هذا ادلا تبضلي صفح صراحي انا شفتك انتي وعÍسن بارح تتكلهم مع بعض وانتمن تعنبيوا شتكلهم في البيت ام دايه كنا متخصمين ماهر عشان لقيت واقف على السلم مع معها الغزالي الهانم جابت اختها تشتغل في عيادة واسيم جوز اختي لسه بتغيري عليه؟ ما عرفش طيب وموضوع العدب تعجمها التالياني بلا اكتله اي سلابيه؟ لا طبعا ولا حابت اعيه معلومة عن التوكين لأسه؟ برضو لا حضرتك وتلي دي اسرار شو؟ سورة انتي عارف انا بصغفيكيات دي طيب بحريك عايز مني حاجة تانية؟ انتي ويفتي ليه؟ علشان عيسى موجود هنا في الشركة وانا مش عايزي حس ان انا بطول عندك وانا مش عايزي تخافي منه بعدك انا خايفة من امي اكتر منه شافت الحاجات اللي انت جبتهلي وقيتلي ما كانش المفروض اخد منك حاجة قول لها دي حاجات تبع الشغل ومفروض انا اسفة انا مضطر رجعلك كل اللي انت جبتهولي بجد ما بقيتش قادرة استحبال نظرات هالية كل ما بتيجي سرتك وعيسى بقى لنصحك بكده؟ عيسى ما يعرفش انت جبتلي حاجة اصلا وانا مش هستنى لما يعرف عن اذنك اكتر مقارنة ايضا يا ميام قشرة مليون جنيس هل تجننك؟ اه طبعا تجنن وصلنا لو سبت البيبي خلاص بس كفية اوكي طبعا ياسب ما يعرفش انك تسكيدي لو مش كده لا بس انا مش هازعل لو انت روحتي عرفتي انت بقى عاوزة تخوي فيه بالتسجيل ده لا انا بتهيقلي ان القاضي لما يسمعه هيسعيدني كتير هيبقى لي فرصة كبيرة ان انا نكسب قضية النسب اللي انا هرفعها علي بس المحكمة مش هتاخد باي تسجيل من غير اذن نيابي صح عندك حق برضو المحامي بتاعي قلي كده بس اقلين لو القاضي سمعوه تبقى حاجة قوية في القاضي اه انت كنان جايبة محامي يعني لو كنت مكاني كنت هتعملي ايه كنتش هتجري ورا حقك انتو متجاوزين من انا انسانا انسانا طيب هو جاي دلوقتي تسمعيني تسجيل دالي بس انا اتجاوزته في السر بس لو هتطلق بقى يبقى هتطلق في العالم انا غير فضايح يا راني انا جيتلك النهاردة عشان انت الوحيدة اللي تقدر يتوادي تتكلمي معي سر اتكلمي معي وقناعي اقناعي انه هو يعترف بجوازنا ويعترف بابنه اللي في باطنه ولو ما اعترفش خلص يبقى يدفع بقى العشرة مليون جنيه وساعتها انا موافق ان انا نزل البيبي يعني انت هتضحي بالبيبي على عشرة مليون جنيه اه وردتيش علي ياسر اللي حيردي يا حبتي مش عمي كنت سمعك بتزايم عيسى اخر مرة كنت قديم مع بعض ده اللي مخليك مبسوط من ساعته ده اللي مخليك مبسوط من ساعته خليته ليه مفيش معطاردة على المقاولين بتاعنا وعايز يجيب شركات تانية يبقى سعر اقل ده يبقى ليه مصلحة معه موش اعتقدش بالدرجة ده ادرك ناقل ننضيف هو مش لازم يكون شغال بطريقتنا وليه مصلحة في كل مقاول بيجيبه خلاص خلينا في مصلحتنا احنا ولا ناوية اضعافي قدام وتخليجي بما قولين بتوع انا مبضعفش قدام حد لسه بتفكر فيه حتى بعد ما سابقه راح اشتغل مع ياسر وانت عارف انه مستحيل يرجعلك خلصت جيلا وفرحت قوي لما داليا اشتغلت عنده اسيم عشان يبقى لك حجة تروح تشفيها ولو بالمرة تشوف الاسم هو ايسا ده كنت فاكرك اسكى من كده هو انا لحد امتى هفضل مستحملك دوايت ما اتعرف اني ماركش غيري بس يا رب سيتكون فاضي موسيقى عالشي تؤخرت عليك لا ولا اهمة ومان عرفناك في الشوق مارضيتش تقول لي في التليفون انت عايزني فيه كلام لا اري اعاوز اقول لك ما ينفعش تقال في التليفون خير عملت ايه في موضوعنا ليسا ما جيتليش اقام علمات عن موضوع التوكيل بتاعك ده ما عطلين انا عرف ان انت وش هربح بايب وفي موضوع زي ده لازم ارجعلك فيه يمكن نقب مع بعض بعضين مصار مال حصار اعرف ان اجرتك وخطيبتك ماجبتلكش ايه سيدي قبل كده عن موضوع التوكيل ده وايه دخل صارة بموضوع التوكيل ازاي انا عرف ان ياسر وصارة كانوا عاديين مع الجماعة فرياني فعش اعمل يعني انت متأكد؟ يا راي عم عيسى وانا اللي اجيبلك الاخبار ولا انت اللي اجيبها لي اديني اسبوع بالكتير وهيكون عندك خبر ولا زاويته العمولة شوية يعني ايه؟ يعني اخليهلك مليون جنيه بس اجيبلك الاخبار في خليل تمانية وربعين ساعة قلت ايه؟ صباح الفل يا قائد بصورة طازة لسه وصلاني من الكافيه اللي اتقابلوا فيه صاحبك عيسى لسه عام حالا من قدامني عيدي موسيقى ايه؟ في حاجة؟ انا عرفتي ليه اعمل اخدت اجاز ليه؟ عشان متخنق معاك اعم وهي بقى قلتلك ايه؟ هي ما قلتليش هي سمعتني الكلام اللي كان بينك وبينها اخر ما لما كنت عندها في البيت سمعتك؟ سجلتلك يا ياسر وانت مش واخد بالك موسيقى المشكلة بقى ان التسجيل ده ممكن يدينك لو رفعت بي قضية انا مش قادرة يصدق انت زيت ورد نفسك في مشكلة كبيرة يبع البنت دي ليه؟ مستدقاش اللي بطنقضة اللي يمكن يكون يا ابني انت جوزتها فعلا؟ يعني جوزتها بورها وارفي وبعدين قطعتها اه انت شايف بقى كده ان المشكلة تحلت؟ انا مش خايف منها هي مش تعرف تثبت ان دايبني اه بس في مشكلة هي ممكن تفضحك بالتسجيل ده واننا شغلين في السوق ده بصمعتنا ده عادي يعني هي انفع تسكت بقى اي فلوسة طلبة عشرة مليون جنيه ايه ده؟ موضوع كرة بعض يخلص بمليون ولا اتنين بكتير ما اعتقدش خد بالك هي ممكن تهرب منك لغاية ما تولد وبعدين تعمل تحيل دي انقيل البني اشتري موضوع موسيقى الحمد لله على السلام الله سلامك، إيه ده؟ أنا ما كنتش اعرف إنك هنا خفتة، اقولك تقولي ما تجيرش أنا حتى ما شفتش عربيتك تحت ما بقيتش أجي بيها؟ زيدة في اللحتيات شوفت يا سلمة عرفت ان احنا بنعمل حاجة والله تخيفين منها وانا مش عارف اسيب يارا لوحدها انا عملت لها الاكل اللي هي بتحبه وهتلاقي كل حاجة في التلاجة واكلك موجود برا كله قبل ما يبرد حد امتى تضلي شاي لها امي انوا يارا يا سلمة اش عارف انا بفكر اجيب لها بيبي ستر تقعد معها وتاخد بالها منها انت شايف ان هو دا اللي نقصك لا يا سلمة مانديش حال تاني لا عندك حال بس خايف اكتريك قبل كده يا سلمة مش عايز اكون اناني وهتقدر تبعد عني وهتستحمل تشوفني مع راجل غيرك ما عرفش طيب لما تعرف ابقى كلمني ودي اخر مرة هاجي فيها سلمة وانت مستني حد؟ نعم طيب شوف مين قبل ان تفتح الباب طيب ماش عايز انا اسأل عنك ولا ايه؟ وانت ليه بقى قررت اتواجهني دلوقتي انتي ما شوفتيش اخوكي هو بيتكلم معي هو انت بتحسبني ليه؟ كلي دا عشان هاود اسبوع بس تفكو بنهاجن عايز انا استنى لما اخسرك انتي كنت بحاول اكدب نفسي وستلعت قلطة والله انت ملكش كلام علي وانت تعرف حاجة تانية غير كده؟ انت اللي كبار تابقى على الصرفاتك وانا شايف ان احنا نكتب كتاب على طول لو كنت عايز اقول كنت كتبت دا لسه بتفكر في الموضوع دا؟ انت عاوز انا اعمل ايه؟ وانت بتاعت ايه؟ انا ما بقى باشا